خلنشوف راح يعطونا مجوهرات ولا لا عشر مجوهرات حصلت عليهم الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام من قناة سلام للألعاب راح فيكم أهلا وسهلا فيكم من جديد نعود مرة ثانية لهاي دي وأحداث هاي دي بصراحة اليوم أنا جاي بلكم أخبار هاي دي سواء كانت الأحداث اليومية راح نشوفها معاكم كذلك الأحداث الموسمية اللي راح تبتدي معانا الكثير من الأصدقاء يسألون متى راح يكون التحديث القادم طبعا ما بعد التحديث راح يكون هناك فيه أشياء جديدة تنضاف إلى اللعبة والتحديث راح يكون يوم ثمانية أكتوبر إن شاء الله بإذن الله اليوم ستة باقي يوم وين يخلص معانا حدث مهمة هالوين اللي باقي فيه آخر يوم انتبهوا يا الأصدقاء آخر يوم وننتبه كذلك للكتالوج لأن الكتالوج هناك فيه أشياء راح تختفي بعد يومين بالضبط إذا أنتوا كنتوا خلاص جمعتوا القبعات من حدث مهمات الهالوين أو حاولوا قدر المستطاع تأخذون إلى أشياء اللي راح تستفيدون منها من الكتالوج من الزينات واللي أنتوا ترغبون بأنكم تضيفونها إلى مزارعكم كزينات أو تأخذون بعض الأدوات اللي موجودة لتطوير مزارعكم وهي كثير بأنكم تحصلون عليها قبل اختفاءها بعد يوم واحد وعشرين ساعة تقريباً وعندنا ظهور زينات جديدة بعد التحديث راح تجينا إن شاء الله حسب التوقيت اللي موجود بعد التحديث راح يتم إضافة الزينات الجديدة للكتالوج وكذلك راح تكون متاحة لأنه إحنا نقدر نستفيد من عندها بعد التحديث وش اللي راح يجي بعد التحديث راح تجينا آلة حلوة الهالوين المؤقتة ولي راح ننتج من عندها أربعة أنواع من الحلوة الخاصة بموسم الهالوين أول شي حلوة الأسنان وراح تحتاج ثلاثة قصب ثلاثة جزر واحد بيض أما الحلوة الثانية فحلوة الديدان راح تحتاج إلى تفاحة وفشار عادي وثلاث نباتات نيلي سجلوا هذا الأشياء معاكم أما حلوة الجماجم فراح تحتاج إلى سترة زرقاء وخمسة فلفل حار واثنين سكر بني وآخر شي حلوة قرع العسل راح تحتاج إلى واحد خبز بطاطس وواحد عسل وثلاثة قرع وهو المحصول هذا بخصوص الآلة المؤقتة اللي راح تجينا بعد التحديث مباشرة إن شاء الله بإذن الله راح نكون إحنا نجهز مكان ونستعد من الآن يومين تحديث بعدها راح تظهر معانا آلة حلوة الهلوين المؤقتة وراح تجينا عند مبنى المزرعة يجيبها لنا المراسل الفرد إن شاء الله بإذن الله لكن ما بعد التحديث وش اللي راح يجي ما بعد التحديث أصدقاء الكرام تحسينات رائعة في هاي دي وبعض هذه التحسينات راح تكون لأول مرة تضاف لهاي دي على العموم راح يكون هناك في تصاميم رائعة من ماجي لموسم الهلوين تصميم لمبنى المزرعة والشاحنة وكذلك المتجر اللي موجود معانا راح تجيبهم ماجي وماجي أتوقع إلى الآن هي موجودة وعارضة تصميم خاص بهلوين قديم ولكن احنا منتظرين التصميم الجديد ولا تنسون أيها الأصدقاء بأن التصميم الجديد لمبنى المزرعة والشاحنة والمتجر راح تجون إلى مجوارات وبالمناسبة أيها الأصدقاء راح نعرف معاكم وين نقدر نحصل على المجوارات وبطريقة مجانية أول شي راح نقدر نحصل على المجوارات عن طريق يوميا نقوم بعملية البحث عن طريق المنجم ومع التعديم من المنجم راح نحصل على مجوارات يوميا تقريبا المنجم راح يعطيك عشر مجوارات مجانية تقدر تحصل عليهم طلعت لمجوهرة وراح يتم إضافتها لعدد المجوهرات شوفوا تم إضافتها لعدد المجوهرات يوميا راح يعطيك عشر مجوهرات تقدر تضيفهم إلى عدد المجوهرات اللي موجودة عندك لأنك ما تقدر تشحن مجوهرات أما المكان الثاني فهو هناك في عندنا كتاب موجود وهو كتاب الطرازات إذا كنت أنت مكمل بعض الطرازات فبإمكانك كذلك تأخذ مجوهرات وهي تقريبا خمسة وعشرين مجوهرة مثل هذا الطراز المضيفة بالنسبة لمزرعتي تم الحصول على جائزة تقريبا خمسة وعشرين مجوهرة وكذلك عندنا كتاب إنجازات الصيت نقدر نحصل على كذلك مجوهرات مجانية روح ابحث وراح تحصل مثل هذا الآن عندنا هناك إنجاز سمكة غولفش الذهبية بإمكاننا نضغط عليها ونحصل على مجوهرة واحدة طبعا كل إنجاز إنجاز النحاسي إنجاز الفضي وإنجاز الذهبي والإنجاز البلاتيني راح يعطيك كل إنجاز وكل مستوى من هذه الإنجازات يعطيك عدد من المجوهرات النحاسي مجوهرة واحدة الفضي يعطيك مجوهرتين الذهبي ثلاث مجوهرات أما البلاتيني وهو آخر واحد راح يعطيك أربع مجوهرات فأنتوا ابحثوا في كتاب إنجازات الصيد حتى تتعرفون إذا كان فعلا عندكم إنجازات وأنتوا ما أخدتوها فهذه فرصة كذلك عندنا هناك من الأماكن اللي نحصل على المجوارات مجانة هي الجوائز الحصرية واللي موجودة عندنا متجر الوادي في نهاية موسم الوادي نقدر نحصل على ثلاثين من الألماسات اللي هي المجوارات إذا جمعنا عدد معين من قطع المبادلة الملونة سواء الزرقة أو الحمراء أو الخضراء ولكن هذه ما تقدر تأخذها إلا في نهاية موسم الوادي أوكي وبعد عندنا وين التحديثات للعبة كذلك عندنا تحديثات اللعبة عادة لما يتم التحديث أحيانا يرسلون لنا عشر مجوارات ونحصلها عند مبنى المزرعة بعض الأحداث العالمية أحيانا بدل ما يعطونا زينة يعطونا كذلك بدل لما يتم إنجاز الرقم العالمي يعطونا مجوارات ونحصلها عند مبنى المزرعة إنجازات المزرعة وهي موجودة في مبنى المزرعة أنا عندي إنجاز وراح أشوفها معاكم وراح أشوف الإنجازات هذه هل فيها مجوهرات ولا لا أكيد في مجوهرات شفتوا كيف راح أحصل تقريبا على كم مجوهرة أحصل على عشرين خط في المواجهات الديربي البينغو طبعا حصلنا هذا واحد من الإنجازات مع الحي صفقات البينغو الثالث حصلنا على المراكز والآن حصلنا على صفقات البينغو اللي هو الشهادة الأخيرة الحمرة خلنوا شوف راح يعطونا مجوهرات ولا لا عشر مجوهرات حصلت عليهم الآن معاكم المزرعة هذه تقريبا باقي فيها إنجاز واحد ونقفل آه باقي فيها إنجازين ونقفل جميع الإنجازات هذه هي الأماكن آه اللي راح نقدر نحصل فيها على مجوهرات مجانية وبالمناسبة اللي أنا قلتها علشان راح يجينا هناك مبنى جديد لموسم هالوين والشاحنة وكذلك المتجر الجانبي اهتموا في تغيير المبنى أول شيء وبعدها آه الشاحنة وثم أخيرا خلوا المتجر ملنا بإذن الله يا الأصدقاء تقدرون نجمعون العدد المطلوب لتغيير المبنى الجديد بالتصاميم الجديدة لموسم هالوين أما الأخبار للأحداث أحداث الأسبوعية فهو الأسبوع الواحد واربعين انزلت معانا حاليا الأثنين بيكون عندنا تدوير العجلة مواد توسعة الأرض يوم الثلاثة حدث الشاحنة بيكون في قساء ملونة يوم الأربعاء مباني الإنتاج تعزيز عشرين بالمئة لثلاث مباني عشوائية طبعا من مزرعة المزرعة سيختلفوا لكن أنتم تأكدوا من مزالعكم يوم الخميس حدث زوار البلدة مواد توسعة يوم الجمعة حدث الصيد صراطان البحر زائد الطعوم تسريع ثلاثين في المئة زائد ضحف نقاط الفارنباس للمهام اللي موجودة عندنا في المهام الفارنباس سواء كانت في الموسمية أو اليومية يوم السبت حدث زوار البلدة مواد للصومة والحضيرة أما يوم الأحد حدث علف الحيوانات ثلاث أنواع عشوائية من العلف بضعف سرعة الإنتاج هذه بالنسبة للأحداث الخاصة اليومية أيها الأصدقاء للأسبوع الواحد واربعين أما تقويم أحداث أكتوبر فكذلك تم إضافته لقائمة البريد فمثل ما هو موجود موضح عندنا من يوم الثنين عشرة إلى واحد وثلاثين عشرة حدث الكتالوج الهالوين عملة جديدة اللي هي القبعات وكلنا عرفنا وشفنا كيف نحصل على القبعات وهي العملة المؤقتة اللي نقدر نستبدل فيها جميع الجوائز والزينات اللي موجودة عندنا في الكتالوج والكتالوج ابتدى معانا من يوم الثنين حتى يوم واحد وثلاثين عشرة لآخر يوم من الشهر من يوم الثنين إلى يوم سبعة حدث مهمة الهالوين واللي إحنا موجود عندنا حاليا واللي باقي فيه يوم واحد وراح ينتهي أما من يوم أربعة إلى يوم أربعة وعشرين فهو موسم الوادي موسم وادي الدجاج اللي طرع عليه تحسينات بسيطة ولكنه يعتبر رائع ويعتبر ممتع أما عندنا من يوم ثمانية إلى يوم واحد وثلاثين عشرة مبنى الهالوين المؤقت وهي آلة حلوة الهالوين المؤقتة زائد حدث القارب شارك في هذا الحدث لجمع المزيد من قبعات الهالوين الكتالوج طبعا راح يجينا مبنى مؤقت بعد التحديث مباشرة وهي آلة حلوة الهالوين وعلى طول مباشرة راح يبتدي معانا حدث القارب فالحدث تقريبا راح يبتدي من يوم ثمانية إلى يوم واحد وثلاثين يعني فترة طويلة وراح نحصل على تجميع الكثير من قبعات الهالوين ونستبدلها وين؟ بالزينات الجديدة والأدوات الموجودة في الكتالوج وهذا يعتبر أطول حدث راح يمر علينا في هاي دي من يوم ثمانية إلى يوم واحد وثلاثين مجموعة زينة الهالوين الجديدة راح تنزل في الكتالوج وبعضها كذلك راح تنزل صفحات جديدة لكتاب الزينات وكذلك بعضها راح يكون موجود عندنا في المتجر أما من يوم 14 عشرة إلى يوم 25 عشرة حدث تقويم غريغ للهالوين راح يكون في مزرعة غريغ هناك في جوائز خاصة بموسم الهالوين وراح نتعرف عليه إن شاء الله في وقته من يوم 17 عشرة إلى 21 عشرة حدث القارب العالمي نتمنى التوفيق للجميع أيها الأصدقاء بالأحداث الموسمية والأحداث اليومية اللي تكون معنا أسبوعيا تتجدد تمنى لكم التوفيق أيها الأصدقاء نشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير بفيديو قادم شكرا لكم أيها الأصدقاء لا تنسون اللايك والتعليق وكذلك الاشتراك إذا كنتوا غير مشتركين إلى الآن معنا وحياكم الله جميعا مع السلام شكرا لكم